مركز كومومبو المحافظة على البيئة والقرية الخضراء ولسه هناك كمان حتى في المشاريع مشاريع حياة كريمة احنا اخذنا نصيب الاسد ولله الحمد زي ما اصوان اخذت نصيب الاسد على مستوى الجمهوري وفازت بجائزتين الجائزة الاولى اللي هي بتاعت المناخ دي اللي راح استلم فيها الجائزة سعدت اللواء اشرف عطية في مؤتمر المناخ في سينة وهناك ايضا بالنسبة لمحافظة اصوان برضو اختيرت المحافظة الاولى المتميزة على مستوى العالم العربي وكرمت هناك في الجامعة العربية وتسلم الجائزة برضو سعدت اللواء اشرف عطية فهي فارس اعتبر فارس الاولى على مستوى المحافظة زي ما اصوان الاولى على مستوى العالم العربي نشكر القيادة السياسية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاختيار قرية فارس قرية ناموزجية خضراء مستدامة والقرية الحمد لله بها نسبة يمكن 80% خضراء ونشكر القيادة السياسية على ذلك الامر والاهتمام بقرية فارس من جميع المشاريع التي تقوم بها حياة كريمة ونهنئ السيد الوزير اللواء اشرف عطية باختياره احسن محافظ في الجمهورية ونحن في قرية فارس سعداء بهذا الاختيار ان قرية فارس قرية مستدامة خضراء بعد اختيارها افضل قرية او قرية موزجية خضراء ماذا بعد انتم هتعملوا ايه الفترة القادمة يعني بالنسبة للاستمرارية انكم تستمروا الافضل والله طبعا الاستمرارية دي يعني تتطلب انه احنا نحافظ على اللي احنا فيه ونزيد زيادة بالمساحة الخضراء ونحافظ على المساحة الخضراء والنظافة والبيئة لكي نحافظ على المستوى اللي احنا وصلنا لاختيار قريتنا من قرى كثيرة باختيار بمعايير معينة وسوف نحافظ عليها ان شاء الله باذن الله ونزيد من هذا الاختيار ان شاء الله باذن الله احنا من 10-12 سنة كانت اثنين اضباع تسكن عندنا ولكن الحمد لله وبرك الله في السيد الرئيس جاب لنا حياة كريمة وشجرنا الارض وكل ذاك شغالين منق ودوم وبلح